السلام عليكم ورحمة الله معيك والله محمود والن يوسف والنهاردة هنعمل كنافة بايتس كنافة بايتس وكنافة تشيز كيك وكنافة سيركولز فالنهاردة هنعمل 3 أنواع من الكنافة كلهم أسهل من بعض وبطريقة طحفة دي أول حاجة عملناها اللي هي الكنافة كبس تعملها حلو جداً وتحفة والكنافة بايتس عملاها مخصوص للي عملين دايت علشان الدايت مش حرمان فإحنا ممكن ناخد جزء صغير جداً من الحلويات في فرمضان وما نحرمش نفسنا أكلنا كنافة وبرضو ما بوزنا شاوي الكنافة كبس دي محشية بالكريمة وعليها منجا وهقول لكم إزاي عملنا الكريمة دي مع أني قلت لكم قبل كده بس هقول لكم جبناها منين وآخر حاجة بقى دي طبعاً مش محتاجة وصف دي كنافة تشيز كيك باللوتس معمولة بطريقة طحفة أقيل في الفيديو كل التركات اللي ممكن تعملوها علشان اللي تشيز كيك تطلع نكحة جداً ورائعة أنا بني قدمة بتحب اللي تشيز كيك قوي وبحب الكنافة جداً فجربت أعمل اللي اتنين مع بعض أدمجهم وعملت بيهم كنافة تشيز كيك تعملها حلوة قوي وقلت في الفيديو كل الأصرار بتعطيل الشيز كيك عشان تطلع معاكم تشيز كيك حلوة جداً بعد ما تفرغوا على الفيديو ده تعرفوا تعملوا زي أحسن شيز كيك إذا كان بالكنافة أو بالبسكورت عادي حبيت أقول لكم إن بس الموضوع كان بنصف كيلو كنافة فهي قلبة كنافة واحدة اللي هي نصف كيلو عملت منها كنافة شيز كيك كنافة كابس وكنافة بايتس فلو إحنا عاملين عزومة أو يعني بلاش عزومة في الأيام دي لو إحنا عايزين نعمل طبق حلويات حلوة في رمضان فإحنا ممكن نعمل ثلاث أنواع مختلفة ومن غير ما نحاول نجيب حاجات تانية مختلفة معنا ومعنا بقى في الإنجريديانس معنا أول حاجة قلبة كنافة علبة نصف كيلو ومعنا زبدة البسكوت اللي هي زي زبدة بسكوت اللوتس بس أندل نوع اللي لقيته فأي نوع يعني موجود وبسكوت اللوتس نفسه وساور كريم وبانيلا إكستراكت أو بانيلا عادية أي نوع بانيلا وكريمة خفق وجبنة كريمي وسكر وبيضة بس طيبا طلعت كل حاجة عندي وقلت تشوف يعني هادوني كانت مشى معايا كده كان نفسي في كنافة فطلعت الحاجات اللي عندي وقلت نشوف نعمل إيه بعلبة الكنافة اللي هي تيما اللي كانت في الفريزر تقريب إن العلبة دي ندمت النهاجة عندي الفريزر عشان أنا يعني طلعت منها حاجات كتير قوي المهم زي ما احنا عارفين في الكنافة بقى عادي بنحطها في الفود بروسسور عشان نقطعها صغير قوي بس أنا الفود بروسسور بتاعي باز للأسف فاخترت إن أنا هعمل بالحاجة زي مطحنة كده صغنونة ويعني قدت الغرض فأي إن كانت استخدمه فود بروسسور وتقدمه خلاطة تستخدمه مطحنة أي إن كان الحاجة اللي هنقطع بيها الكنافة المهم إن الكنافة تبقى متقطعة قطعة صغيرة جدا على قد ما نقدر فحاولت أعملها كذا مرة على كذا على كذا مرحلة علشان تبقى متقطعة كويس قوي والحمد الله بطريقة نكحت فعملت نفس الكلام في الكمية كلها فإحنا كاد الوقت قطعنا صغير نص كيلو كله وبعدين هنجيب نص كوباية سكر وتحنتهم مكان الكنافة علشان يبقى سكر بضرة بيبقى أسهل كتير ما بيجرش في الطعم لما تكون من أكل قطعة الكنافة وفيها سكر صحيح بتبقى سعاد بتجرش كده في الطعم فالأفضل إن إحنا نتحن السكر فحطينا نص كوباية من السكر ونص كوباية من السمنة ونبتدي نقلبهم بأيدينا بالروحة واحدة واحدة لحد ما تبقى كل الكنافة متشبعة بالسمنة والسكر كويس قوي وبعدين هنجيب صينية اللي هي بتفتح من الجنب وتكون ما بتنزعش الأفضل يعني الشيز كيك دايما أسهل في التعامل معاها إن إحنا نجيب الصينية اللي هي بتفتح من الجنب لو مش متاح نستخدم الصينية العادية مش هنقذب التونية يعني المهم جبنا صينية بفتح من الجنب ودهنتها كلها بالسمنة وحطت عليها ورقة الزبدة ونرجع تاني بعد ما نسوي ورقة الزبدة كويس جوه الصينية نرجع تاني نعملها بالفرشة بالسمنة من جوه كويس قوي من أهم الحاجات أو من أهم الأماكن في الصينية اللي هي تدهن بالسمنة الجوانب يعني إحنا دلوقتي دهنا من تحت وتحت فيه ورقة زبدة لكن المهم قوي في الصينية اللي تفتح من الجنب دي نحنا ندهن الجوانب بتاعتها كمان بالسمنة عشان يبقى سهل نطلع منها الكنافة أو أي حاجة بنعملها فيها هنحط فيها بقى طبقة رفيعة من الكنافة وندوس عليها جامد بقدينا عايزين بقدينا على قد ما نقدر عرفنا ندوس بقدينا كويس معرفناش نجيب أي حاجة مدورة أنا مثلا ده عندي مجرين كب دست بالكنافة دست بي على الكنافة كويس قوي عشان أكد أن كل حتة فيها مضغوطة وبعد ما ساوي الطبقة كلها هبتدي حط حبة كمان للجوانب ندخلها للفرن على 350 لمدة 20 دقيقة نقوم بقى نعمل تشيز كيك بقى نفسها نضع 500 جرام من الجبنة الكريمي وعليهم ثلاثين كوباية من السكر السكر عادي مش مطحون سكر عادي ونحطهم في العجان الخلاط أي حاجة بتضرب مش فرقة أصلا نقع إيه ونضربهم على سرعة عالية نبدأ نضربهم لحد ما يبقوا هشين كده يبقى تبقى هشة هنبتدي نوقفها وأهم حاجة أهم حاجة طول ما احنا بندرب السكر مع الجبنة ان احنا كل شوية نقلبهم من تحت الفوق على شام يبقى عايش عندنا كتل من الجبنة نضرب كريمة أو ضرب الكريمة على الشيز كيك مهمة جدا جدا طريقتها بتختلف قوي في طعم الشيز كيك هنجيب بقى كريمة الخفق نضيح تيارية بس بتدي طعم حلوة قوي للشيز كيك هننزلها بالتدريج بالتدريج على الخليط ده ونكون معاليين السرعة على العالية يعني تبقى هاي هاي سبيد ونعمل نخليه شوية كتير يقلب السكر مع الكريمة مع الجبنة شايفين دي بعد عشرين دقيقة الجوانب كده حمرت تمام بعد ما تحمر الجوانب اعملوا الوش حمروا الوش حد ما تبقى محمرة من فوق نرجع تاني للخليط بتاعنا هنجيب ثلاث بضاء بدرجة حرارة الغرفة هنحط بضاية بضاية مرة واحدة يعني بضاية واحدة في المرة ونخلي السرعة على متضصتها ونستنى كل ما بضاية اندمج كويس قوي نحط التانية ما نحطش التانية غير لما تأكد نقول اندمجة كويس في الخليط وبعدين ننزل عليها بالفانيلا اي نوع فانيلا فانيلا فاودر فانيلا اكستراجت فانيلا بيست اي نوع بتستخدموه وبعدين نقلل السرعة لقليلة اقل سرعة ونحط عليها ربع كوبية من السور كريم السور كريم بيدي مزاق حلو قوي للشيز كيك بس لو مش متاح انا ساعة باستغنى عنه مش حاجة اساسية وبعدين هنقلب الجوانب ونقلبها من تحت كويس ايا كان بتستخدمو ايه مضرب عجان ميكسر خلاط ايا كان الطريقة اللي بتقلبو بيها العجين لازم تتأكدو دايما ان الماكس ده يعني ما فيهوش اي كلكيع دايما نتأكد ان هو من تحت ومن فوقه من الجوانب كله اندمج مع بعضه كويس من غير كلكيع هنجيب بقى كنافة اللي هنستحمر وشها هذي هي ما فرقتش في الطعم في حاجة لكن اللون كان طالع فاتح فلو انتم عايزين اللونها غامق شوية بريس بي اكتر حمر الوش انا طبعا كان من تحت متحمرة ومن الجناب متحمرة فما فرقتش جدا في الطعم يعني لكن الافضل طبعا احنا ما ننساش ان احنا نحمر من فوق انا كنت بعملها تقريبا كانت حوالي ساعة تلاتة او اربعة الفجر يعني قرب الصحور فطبعا ما خدتش بالي انها نسيت حاجة زي كده كبير تاني يوم الصبح فمعادي ما فيش اي مشكلة مهمة هنجيب ورقتين من الفايل اللي يكون فايل تقيل ونلف الصينية كويس جدا جدا بالفايل الخطوة دي مهمة قوي بعد ما نلفها بالفايل هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه هنكون مساخين الفورن كويس قوي هندخلها على 450 لمدة 15 ديئة ومنذر ما نفتح الفورن هننزله ل25 ونسيبها لمدة ساعة فرصت نحن 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 ن ثم استOkay لل配اد بعض السمنا ثم است Надо ثم استوب القصة قناكون قشن في قنافة ثم استوب قناكون حقًا ي arkadaşlar تق450 تم استوب قصص في حدا سوف تستخدم الكنافة بايتس و الكنافة كبس في السليكون او تستخدمه اي شكل اخرين تحبينه وندخلها الفرن على 350 لحد ملونها يحمر ممكن تدخلها الفرن او في ال اير فراير الاثنين سيتلعوا نفس النتيجة علشان دي كمية كنافة قليلة قوي زي ما اتوقف اول فيديو انا عملت الكنافة بايتس دي للي عامل دايت علشان مش عايزة يبقى فيه حرمان يا جماعة الحرمان وحش قوي المهمة بعد ما تطلع وهي سخنة اذا كان من الفرن او من ال اير فراير هنحط عليها الشربات الشربات يكون بارد وتكون الكنافة سخنة علشان الكنافة تفضل كراسبي وبعدين هنطلعها من السيليكون موند بصوا اي حاجة عندكو اي شكل اي شكل اي حاجة يكون المقاس بتاعها صغير اوي هتعمل لكم كنافة بايتس حلوة وبعد ما نرسها كلها في الطبق اي ان كان شكل الطبق اللي انت ترسوا فيه رشوا عليها رشة بسيطة اوي من الشربات وممكن رشة مكسرات او من غير رشة مكسرات خلص طعمها طبعا كان الفجر لسه مقزنش فالحمدلله عرفت ادقها طعمها كان محلو جدا طعا نشوف اللي تشيز كيك بعم طلعت مفرد طلعت مفرد طلعت مفرد نعرف منين هي هستود نهزه هزة بالراحة ونلاقيها من النص بتتهزة حاجة بسيطة اوي ساعتها محتاجين ان هي تبرد تماما في درجة حرارة الغرفة نسيبها تبرد لحد ما تبقى درجة حرارة الغرفة وبعدين نحطها في التلاجة طول الليل الشيز كيك لازم تكون سقعة وكويسة اوي في التلاجة فترة كويسة قصدي علشان لما نقطعها تبقى قطعة واحدة كويسة لكن لما نقطعها وهي سخنة بتبوز من ننم فعشان كده نسيبها تبرد تبقى درجة حرارة الغرفة وبعدين نحطها في التلاجة طول الليل ونطلعها الصبح هنجيب بقى زبدة اللوتة زبدة بسكوت عندكم وناخد كم مالا نحطها في طبق ونسيحها في المايكروويف وبعدين يقلبها نحطها كويسة جدا عشان بقى شفية كلاكيعة أهم حاجة صح لازم ما يكون شفية كلاكيعة نهائي نحطها 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 بالزبدة زبدة البسكوت ولكن نحطها بالمعلقة من الجنب ولكننا نحطها بالمعلقة من الجنب حبا حبا يبتدي الزبدة تنزل على الجوانب فتدينا نفس شكل الشوكولاتة الصيحة أنا فهمت أصدق ولكن الناس مش عارفين أصدق وأنا أشرح لهم نحن نفذه بالمعلقة بالراحة على الجوانب لكي نأخذنا نفس شكل الشوكولاتة الصيحة نحطها جدا نحطها جدا لذلك نعطها جدا نحن نجدها اليوم نحطها بقطة ليل نسيبها بالليل هذا نحطها بالليل في طلاجة لما إضافأت الزبدة هذا الجنب ندخلها اخرى بقطة ليلة حتى نسيبها يوم كامل احنا نسيبها تجمد لحد ما نعمل الحاجة اللي هنزينها بيها من فوق عشان نزود ايه كالوريز كتير او احنا بنأكل عشان ده الفري احنا لازم نأكل الحاجات مليانة كالوريز المهم هندخلها في التلاجة لحد ما تجمد وبعدين هنعمل بقى الكريم شانسي الجميل اللي احنا متعودين عليه ده هنحط كريمة خفقة عادية وعليها ايسينج شوغر لو مش متاح ايسينج شوغر ممكن نحط بداله سكر بودرة اي ان كان طريقة كريمة الخفقة اللي بتعملوها اللي حابين تزينه بيها ايس جار سي كانت كويسة تمام هنعملها بقى على الصورة العالية قوي لحد ما تبقى عادي كريمة شانسي عادي زي اي طريقة بتعودين عليها هنيجي بقى الحاجة اللي هنزين بيها زينه بأي حاجة انتو حرين بس الافضل الافضل لزين بأصغر شكل عندكم الامعة اصغر اصغر شكل لي عندكم بعد مراحلة التلاجة ما كملتش بس دوب بس دربت الكريمة الزبدة اللي على الوش خلاص نشفت هبتدي احدد الشكل اللي انا عايز ارسمه انا قررت ارسم مثلا النهاردة هلال ونجمة فهحدد الاسهل بقى اصغر حاجة بأدوات بسيطة قوي عشان ما نجلكعاش الدنيا هحدد بدهر معلقة بدهر معلقة حددت نص الكيكة نصها فين اولها اول خط واخر الخط يعني نص وخط دامه ناحية تانية وعملت بالكريمة على الطرف كله وهبتدي ارجع ارسم تاني الهلال من جوه واي حاجة زي ما قطيكو في فيديوهات التورت اي حاجة تتلخفن معاكو في التورتة وانتو بتعملوا الديكريشن بتاعها بتتلم حرفيا بتتلم اي حاجة بتتزبط يعني انتو لو خطوا بالكو دلوقتي الهلال من الجن بتاحت هنا الشمال معوك شوية لما نيجي هنقفل الهلال بالكريمة هيتزبط معنا وهيطلع شكله طحفة فما تحاولوش طبعا مخدودين وانتو بتعملوا الديكور بتاع اي حاجة على وش التورتة او الكيك هنبتدي بعد كده بعد ما حددنا الشكل الخارجي هنملاها من جوه بالكريمة تاسكت عبا نخلك ومعد ما نملاها من جوه بالكريمة خلاص حددنا الشكل الاساسي اللي هو تحت هنبتدي نملا الفراغات اللي فوقيها علشان ما يبقاش شايفين فيه لون بني كده هنعمل طبقة تانية علشان اولا نملا الفراغات ثانيا يبقى الشكل عندنا 3D كده كنت عايزة نجمة لقيت الزينة اللي متعلقة خدت منها واحدة وعملت بورقة زبدة شفيت عليها النجمة علشان تطلع النجمة شكلها مصبوط وبعدين حطيت النجمة على الكيك وحددتها بالمعلقة وبعدين عملت نفس الكلام تاني بالكريمة خدت واحدة باسكوتا هي يعني باسكوتاية واحدة اللي استخدمتها في الوصفة كلها لو حابين تعملوا تشيز كيك من غير كنافة ممكن نفس نوع الباسكوت ده تطحنوا وتعملوا نفس اللي عملناها مع الكنافة بس تخلوا البيز باسكوت فلكوا حرية الاختيار تعملوا البيز كنافة او تعملوها بالباسكوت اللوتس او حتى باسكوت عادي بس انا لقيت زبدة اللوتس او الزبدة بتاعت الباسكوت اي ان كان نوعها تعموها حلو قوي مع باسكوت اللوتس فهم الميكس بينهم كده طعم ولطيف فبرضو ليكو حرية الاختيار وحاجة تانية حسب المتاحة اي كان متاح اي ما متاح باسكوت نستخدمه متاح كنافة نستخدمها متاح اي حاجة نستخدمها زي ما انتو شايفين هتلاقوا فيه علوة كده شوية للكريمة للاشكال عشان كده لتوكوا تعملوا طبقة وترجعوا تعملوا عليها طبقة تانية الكنافة كابس بقتلعت من فرن تلعت سخنة وكراسبي وتحفة حطيت عليها الشربات نفس ما عملنا والكراسبي وقربت لها الكريمة الكريمة دي اللي عملناها في فيديو الجلش هتلاقوا طريقتين للكريمة مختلفة وتحفة واحدة بفيديو الجلش واحدة بفيديو البزبوس اختاروا اللي انتم عايزينه لكن انا المراتي عملتها بطريقة الكريمة اللي في فيديو الجلش وكان عندي منجم مجمدة اضطتها قطعة صغيرة هنجيب الكنافة كابس اللي احنا اعملناها لو ما عندكوش نفس صنية السليكون اللي عملت فيها الكنافة دي ممكن تعملوها في صنية الكابكيك فانتو مش لازم يعني نلتزم بحاجة معينة المتاح هنستخدمه هنجيب واحدة من الكنافة اللي احنا عملناها بالشربات دي ونحط جواها الكريمة ونحط على الوش مانجا ممكن بردو نحط كريمة ومكسرات دي كريمة على اشتا يعني هنت بسيط كده كريمة على اشتا ودي المانجا اللي نحطها عليها أو مكسرات اللي تنهيب وطح فعالية كده خلصنا وصفتنا وخلصنا ثلاث أنواع مختلفة للحلويات والثلاثة أحلى من بعد احنا خلصنا النقطة الأساسية في الوصفة اللي أورادي خلاص عملنا بيها الوصفة في نقطة غير أساسية بس أهميتها من أهمية النقطة الأساسية لنجاح أي وصفة نقولهم بطريقة سريعة جدا مبسيطة الكنافة بايتس أول حاجة البيتس دي في أي نوع من حلويات مهمة جدا 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 ليه؟ للي عامل دايت أنا منفعش أحسنه بحرمان لو عازمين حد يا جماعة عامل دايت أو لو أنتوا عندكوا في البيت حد دي عامل دايت أرجوكوا أرجوكوا قدروا وعملوله قطع صغيرة من الحاجة اللي أنتوا عاملينها عاملين النهاردة كنافة عاملوا كنافة بايتس عاملين بسبوسة بايتس أي حاجة لما تيجوا تسقوها بقى القطع الصغيرة دي بتاخد يعني كام نقطة شربات فخلص دقنا الحاجة قطع صغيرة وخلصنا تمام؟ فأرجوكوا أقدروا اللي عاملين دايت وعملولهم بايتس من النوع الحلويات اللي أنتوا عاملينها وما تخصبوش عليهم يأكلوا قطع كبيرة وتقدروا أن هم عاملين دايت عشان هم صح ده أول حاجة تاني حاجة الكابس الكنافة كابس فيه ثلاث معايير مهمة جدا للكريمة اللي بنحشي بيها الكنافة أول حاجة إن هي كريمة ما تكونش مسكرة علشان إحنا سقيين الكنافة بالشربات فكريمة الكنافة كابس ما بيكونش فيها سكر تاني حاجة إن هي تكون طعمها قوي طعمها كريمي بزيادة فعشان كده بنحط فيها اشطى تالت حاجة ما تكونش خفيفة ما ينفعش نصالب مهلبية ما ينفعش نستخدم حاجة أي نوع كريمة تكون خفيفة علشان زي ما قلنا في وصفة الجلاش نفس الكلام في الكنافة ما يدفعش أجي أقطم الكنافة أو أقطم الجلاش ألاقي الكريمة سايحة ومبهدلة الدنيا دي حاجة غلط جدا في أي وصفة وصفة أي حاجة معتمدة على مسكة الإيد مش هقطمها بشوكة مش هقطمها بمعلقة أهم حاجة تكون الكريمة بتاعتها تقيلة تعالوا وريكوا دلوقت لما هنقطمها هاخد قطعة منها هحس إن الكنافة كريسبي وتعمها حالو وقطمت حتة من الكريمة ورجعت القطعة مش متبهدلة لاقي دي ببهدلة ولا الكريمة وقعت وبهدلة الدنيا وبقت زي الفلة مبسوطة قاعدة ونظيفة وزي الفلة شايفين الكريمة تقطمت وسبت زي ما هي تالت حاجة وهي الكنافة تشيس كيك أياً كم وسماها بتقطع بسكينة سخنة لازم تستخدمه سكينة سخنة تقطيع التشيس كيك في نقطتين مهمين أول حاجة السكينة تكون سخنة تاني حاجة السكينة لازم تكون نشفة فهنعمل إيه هنجيب برطمون ويكون فيه مية سخنة جداً ونحط في السكينة هنحطها حبة حلوين لحد ما تأكد أن السكينة سخنت نطلعها من المية السخنة وننشفها بمنديل وبعدين نقطع بيها التشيس كيك هنقطع أول مرة وننزل بيها نطلعها تاني مرة نمسحها بالمنديل وهكذا كل مرة لما بيها نقطع التشيس كيك بننزل بالسكينة ونسحبها وهي تحت اوعى تطلعه تاني بالسكينة لفوق وده في الطرقات وفي كل حاجة بنمسك السكينة وننزل بيها من فوق لتحت بالراحة ونسحبها وهي تحت ما ترفعهاش لفوق تاني فنقول تاني بسرعة التشيس كيك لازم تقطع بسكينة سخنة وتكون برضو نشفة كده خلصنا تركات اللي حبيت اقولها بسرعة يا رب كون مجريتش قوي في الكلام بس ما حبيتش ازود عليكوا قوي في الراغي زي ما انتم شايفينه دلوقتي الكنافة من برة متحمصة وكراسبي من جوه لونها قبيل لشان زي ما قلتلكم انا محمرتش الوش بس كان طعمها حلو جدا لان هي متحمصة من تحت فالطعم بتاعها كان حلو قوي بس انت لو عايزينها لونها اغمق شوية وكراسبي اكتر ياريت تدوها كم دقيقة كده للوش بس لحد ما تبقى متحمصة يارب كون وصفوات النهاردة عجبتكو انا كنت مبسوطة جدا بالانواع المختلفة دي وكان طعمهم حلو جدا يارب انتم كمان يكونوا عجبتكو هحطي لكم دلوقتي اللانك بتاع البسبوسة والكنافة لا بسبوسة والجلدات لو حبيتشفوه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب و تيرناد بانتفيكيشنز عشان تشوفوا كل حاجة جديدة